أرجع على حضرتك مرة تانية ونروح لمصروي فاتورة للمواطن قرار من حماية المستهلك بشأن المحال والمطاعم أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا بإلزام كافة الشركات ومقدم الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة شاملة قد هي الضريبة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلع باللغة العربية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تدور المستهلك إيه اللي يضمن التزام المحل اللي بتتعامل مع المستهلك بالكلام ده يعني إنه هياخد الفاتورة واللي بيمتنع عن ده المواطن مفروض أنه يتصرف إزاي أنا شايف أنه العام الأساسي اللي يضمن التزام المحل بتقديم الفاتورة هو رقابة المجتمعية يعني أنا شايف أنه بجانب الرقابة المؤسسية من جهاز حماية المستهلك والجهاز المعنية في هذا الأمر هو رقابة المجتمعية أي محل اللي هيلاقي إنه المواطن نفسه حريص إنه هو يبلغ إنه هو يشوف أي مخلفة لجهاز حماية المستهلك أو إنه فيه أي محل امتنع عن إعطاءه فاتورة قيمة مقام بشراءه هو المحل من نفسه هيبتدي إنه هو حتى بالبال دي كده هيبتدي يحافظ على العميل بتاعه أو الزبون بتاعه إنه هو ما يخسروش لأنه في النهاية عارف إنه المواطن هيبقى رقابة عليه وإنه هو مش هيسكت عن أي مخلف دي رسالة مهمة لازم نقولها إنه جهاز حماية المستهلك بيأعلن في أكتر من مرة عن خط ساخن للتلقي الشكاور الحط الساخن ده يقدر ودي رسالة أنا بوجهها لأي مواطن إنه يقدر من خلالها إنه هو يتواصل مع أجهز حماية المستهلك في 19-85-80 يعني احفظ بقى الرقم ده لو فيه أي شك ونتعامل 19-85-80 لأنه في كتير جدا منسمع مخالفات وبنقرأ عن طبعا شكاوى ناس بترصدها في الأجهزة الإلكترونية في بعض السلع وما بيعافش تصرف يعمل إيه وفي الآخر بيضطر أنه هو يرضخ للأمر الواقع ده مش مطلوب وده مش صح لأنك في النهاية كده أنت بترصخ لأمر واقع غير مرغوب فيه وبالتالي بنرجع بعد كده نتكلم عن عدم الحماية عدم الحماية في المقام الأول صحيح التمهيد القانوني الرقابة ده بطاقة قضائية برضو بقت موجودة عند جهاز حماية المستهلك في بعض الأماكن لكن هناك بير أيضا دور لدى المشتري اللي هو مواطن أو أي من يتعامل مع المحلات التجارية بأنه أول إذا لقى أي عيب في جهاز أو أنه بعد فترة مشرقه وجد في عيب أو ما خدش فطورة أو امتنى عن إيه ده لابد أنه يبتدي أنه يحافظ على حقه القانوني بالإبلاغ ومتابعة جهاز حماية المستهلك في هذا الأمر وجهاز حماية المستهلك يعني قدر أنه في فترة الأخيرة أنه ياخد حقوقه كتير جدا من المستهلكين في الفترة الأخيرة فقد الواحد يشوف كمان الفترة مكتوب فيها إيه يعني الخبر هنا بتكلم عن أن يركز في الفترة بتاعتي مكتوبة بالعربي مكتوب فيها مواصفات المنتج بالضبط اللي هي الاشتراكة والشروط والسعر والتاريخ والدم كل الضمنات اللي هي المكتوبة والمواصفات الخاصة بالفترة الرسمية لابد أن يتأكد منها عشان يقدر يضمن حقه بعد كده ويقدر يبقى عنده حق في الاستبدال وفي الاسترجاع كل دي أمور مهمة لازم المشتري يبقى على علم بها قبل ما يقع في أي أمور غير مروح فيها أتمنى أنه دور النواة المجتمعي قبل كمان دور القانون